بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبات أنعم الله علينا به كغذاء ودواء وهو نبات الخرفيش فوائده الطبية رح نحكي فيه ومحاذير واضرار استخدامه الخرفيش يسمى شوكة الحليب أو ملك سستيل وكذلك تسمى بالحرشف البري أو سناريا أو الكعيب أو العكوب واطلق عليها أيضا عشبة الكبد لأنها بتفيد الكبد واطلق عليها أيضا شوكة الجمل كمان لأن الجمال بتحبها بشمال المغرب تسمى بالعشلوش ولها أسماء عديدة حسب كل دولة أو منطقة رح ننشر صور عديدة للنبتة واللي بيعرف أي اسم بمنطقته بفيدنا فيها بيذكرها في تعليق على أسفل الفيديو الأسم العلمي لهذه النبتة هو سلبين وبضم نوعين من النباتات الشوكية هم السلبين المريمي والسلبين العاجي نبات الخرفيش هو من النباتات الشتوية الشوكية الحولية تحمله ساق سميكة تبدأ أقصانه في التفرع من أسفل الساق إلى أعلى تستمر هاي الأقصان في التفرع إلى النهاية أما أوراق هذا النبات كبيرة الحجم جلدية الملمس سميكة الحجم أيضا عروقها بارزة حوافها مسننة ملتوية وعلى حواف أشواق قوية حادة وقد يصل ارتفاع هذا النبات إلى أكثر من متر عن سطح الأرض وذلك حسب خصوبة التربة الموجود فيها ينمو هذا النبات في الأراضي البور وعلى جوانب الطرق والشوارع وفوق السلاسل والرجوم وفي الجبال والهضاف كما أنه ينمو في البيوت المهجورة في الخرائب أيضا وكلما ارتفع هذا النبات عن الأرض أكثر كلما صغرت أوراقه أكثر تصبح في النهاية أشواكا حادة قوية تحرس الأزهار الجميلة جدا وعندما تجف هذه الأزهار بيكون بداخلها بذور صغيرة سوداء كبذور نباتي السمسم تتغذى عليها الطيور والعصافير في فصل الصيف بعد أن ينتهي موسم التين والعناب المفضل لديها أيضا تستخدم البذور لمشاكل الكبد بما فيها المشاكل التي تحدث بسبب مواد كيميائية سامة كالصفار، الأبصفير، التهابات المزمنة للكبد، أيضا التهاب الكبد الوبائي ويتوفر من مستخلص بذوره أيضا مكملات غذائية على شكل أقراص أو كابسولات أو مسحوق أو محلول أو شيح ويستخدم أيضا كفاتح للشهية ومضاد للحرقة ومشاكل الصفراء البعض بيستخدمه للسكري، مشاكل البروستاتا والسرطان والمالاريا والاكتئاب وتعد عشبة شوكة الجمل منشطا جنسيا قويا للرجال والنساء أوراق وسيقان الخرفيش تؤكل وتعتبر بديل عن السبانخ أما كيفية استخدام شوكة الجمل أو الخرفيش يمكن تناول بذور شوكة الجمل بالطريقة التي يفضلها الفرد وكما يحددها الطبيب حيث يمكنه أن يتناول الكابسولات قبل تناول الطعام ويمكن للفرد أن يتناول مغلي بذور عشبة شوكة الجمل برفع كوب من الماء حتى الغليان ثم ينقع فيه ملعقة من بذور شوكة الجمل وتغطى لخمس دقائق ثم يتناولها بينما منقوع من الأزهار الجافة يتناولها الفرد لعلاج الأرق والاكتئاب وكذلك من أجل إدرار الحليب ولكن أيضا بعد استشارة الطبيب والخرفيش نبات شائع ينمو في فلسطين ومعظم أنحاء العالم في المناطق المعتددة واعتاد العرب قديما على جمع البذور واستخدامها في علاجات متعددة كان ولا زال لهذا النبات مكان عظيم في ذاكرة الطفولة الفلسطينية فعندما تجف سيقانه في فصل الصيف ويأتي عليها فصل الشتاء تتكون في هذه السيقان دودة تحبها معظم العصافير والطيور البرية الأخرى فيأتي الأطفال ويستخرجونها من هذه السيقان ويضعوها في فخاخهم طعما لهذه الطيور وما أن ترها الطيور حتى تهجم عليها لتأكلها فتجد نفسها قد وقعت في الفخ لتكون وجبة دسمة لهم لتخفف عنهم برودة فصل الشتاء أما ما يؤكل من هذا النبات فسيقانه فقط وهي طازجة وطرية بعد قطعها بأداة حادة بحذر شديد من الشوك الذي تحمله ثم تنظف من الأوراق والأخصان الصغيرة وبعد غسلها بالماء جيدا وهي طازجة وطرية وغضة وعندما تجف أزهار هذا النبات تنتشر البذور التي بداخلها في المكان الموجود فيه لتنمو مرة أخرى في الموسم القادم وقد تأخذها الرياح أو تجرفها مياه الأمطار إلى أمكنة بعيدة عن مكان تواجدها من الجدير بالذكر أن هذا النبات هو الطعام المفضل للجمال ويقال أن بذوره تفيد أيضا في علاج مرض السكر وللنبتة أيضا أثر في حماية الكبد وفوائدها عديدة جدا في الوقاية والعلاج من أمراض الكبد المختلفة مثل التهاب الكبد الوغائي بأشكاله المختلفة وتليف وتسمم الكبد كما أنها تساعد في هضم الدهون وتساعد في ضبط سكر الدم والكروسترول وتنشط إفراز بعض الهرمونات وقد أثبتت الدراسات الأمية الحديثة أن مستخلص الخرفيش سيلي مارين يعمل على حماية خلايا الكبد من سموم الفيروسات ويساعد في إعادة ترميم خلايا الكبد خلال فترة العدوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتليف وتسمم الكبد والكبد الدهني أيضا وفي دراسة أجريت في ألمانيا على أكثر من 2600 شخص يعانون من مشاكل مختلفة في الكبد قاموا فيها باستخدام نبات الخرفيش في علاج تلك الأمراض حيث أعطيت للمرضى على شكل أقراص تعطى ثلاث مرات يوميا لمدة 8 أسابيع شهرين تقريبا فكانت النتائج بأن عادت أنزيمات الكبد إلى مستوها الطبيعي لدى معظم المرضى الذين أجريت عليهم الدراسة مما يعني تحسن ملموس في وظائف الكبد ولمستخدام الخرفيش أيضا السيلي مارين أثر إيجابي كبير لدى مرضى تسمم الكبد الكحولي ففي دراسة سريرية أخرى أجريت على عدد كبير من المرضى الذين يعانون من تسمم الكبد الكحولي تبين أن مستخدام نبات الخرفيش يعمل على تقديل أثر المدمر للكحول على خلايا الكبد من خلال المساعدة على بناء خلايا طبيعية جديدة ومنع تحول الخلايا الكبدية المريضة إلى أنسجة متليفة ولنبات الخرفيش فوائد كثيرة نذكر منها تنشط أجهزة الجسم جميعا وتمنحها النشاط والحيوية وتقلل من ظهور حب الشباب ومفيدة لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية وتساعد الجسم في حرق الدهون الزائدة والتخلص منها عن طريق عملية الإخراج لذلك فهي مفيدة لبرامج تخصيص الوزن وتعتبر عشبة شوكة الجمل مدرا طبيعيا للبول حيث تحفز الكليتين على أداء عملهما وتساعد في التخلص من حصوات المرارة وتخلص الجسم من أعراض الصداع النصفي أي الشقيقة وتعالج أمراض القولون وتهدئ القولون المتهيج وتعتبر عشبة شوكة الجمل خافضا جيدا للحرارة وتطرد البلغم في حالات نزلات البرد واحتقان الحنجرة وتعالج حالات التحسس التي تصيب الجسم وتزيل الشعور بالحكة ثم تفيد في علاج البواسير وتساعد في تدفق دماء الدورة الشهرية عند النساء وتشفي من الثعلبة التي تصيب فروة الرأس وتقضي على القمل وتقوي جذور الشعر وتساعد على التخلص من الغازات والشعور بالانتفاخ في تجويف البطن وتعتبر عشبة شوكة الجمل من الملينات الطبيعية التي تمنع الإصابة بالإمساك وتعزز قدرة الجهاز الهضمي على الهضم والتخلص من الفضلات ما شاء الله يعني فوائد عديدة وعظيمة بتفيد الإنسان أيضا يقوم الخرفيش بتخفيض مستوى الكورسترول في الدم ويساعد الكبد في تحويل الكورسترول الضار إلى كورسترول مفيد ونافع كما أنه يمنع الكورسترول الذي تم إفرازه في المادة الصفراء إلى الأمعاء من الامتصاص مرة أخرى إلى الجسم كما أنه يمنع تأكسل الكورسترول الضار إلى شكل يترسب على جدران الأوعية الدموية وهي عملية تهيئ لحدوث الجلطات لاحقا مما يمنع حدوث الجلطة بإذن الله كما يقلل ذلك من تكون الحصيات في المرارة كما وجد أن الخرفيش يزيد من قوة بعض الأدوية الكيميائية المستخدمة ضد السرطان كما أنه يقلل الأعراض الجانبية لهذه الأدوية دون أن يؤثر في مفعولها الرئيسي في علاج السرطان من خلال رفع مستوى المواد التي تساعد في التخلص من سموم الأدوية الكيميائية التي تعطى لمرضى السرطان كما تبين أن مادة سليبينين الموجودة في الخرفيش تحمي الكبد من سرطان الكبد وتقوّل خلايا المناعية الموجودة فيه والتي تسمى خلايا كوفر والتي بدورها تهاجم أي عنصر غريب يدخل الكبد سواء كان مادة سامة أم جرثومة أم خلية سرطانية أما بالنسبة لارتفاع أنزيمات الكبد الناتج عن تناول أنواع مختلفة من الأدوية في آن واحد مثل أدوية الضغط والسكري وأدوية ارتفاع الكورسترول فقد لوحظ أن استخدام الأدوية التي تحتوي على مستخلص نبات الخرفيش بانتظام مع تلك الأدوية يساعد في التقليل من مخاطر تلك الأدوية على الكبد بحيث يحافظ على مستوى الأنزيمات ضمن المستوى الطبيعي ومن الجدير بالذكر أنه أصبح الآن متوفرا في الصيدليات أدوية من منتجات طبيعية تحتوي على خلاصة نبتة الخرفيش طبعا عم نستعرض بعض الصور لهذه الأدوية أما الأعراض الجانبية لهذه النبتة بشكل عام هي آمنة وقد يسبب للبعض إسهال أو دوار أو غازات أو فقدان الشهية للبعض والأشخاص الذين يتحسسون من عائلة النباتات النجمية لا ينصح تناول الخرفيش لهم وأيضا خلاصة الخرفيش قد تعطي مفعول هرمون الاستروجين إذا كان لديك أي مشاكل مع هذا الهرمون فتجنب الخرفيش وعلى المرأة في فترة الحمل أن تتجنب تناول عشبة شوكة الجمل وعلى مريض الكبد أن يمتنع تماما عن تناول المشروبات الغازية في حال تناوله لشوكة الجمل وعلى المريض أن يحذر من تناول هذه العشبة مع عقاقير أخرى إلا بإشراف الطبيب حتى لا تأتي النتيجة عكسية وكنصيحة عامة أن النصائح الطبية لاستخدامات الأعشاب أو النباتات الطبيعية ومشتقاتها عموما هي علاجات في الأحوال العادية وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين فلا تسبب أضرارا بالكميات المحددة لكن يجب دوما الرجوع إلى الطبيب قبل استخدامها للتأكد من ملاءمتها لحالتك الصحية وعدم تعرضها مع أدوية قطة تعاطاها وتحديد الجرعة الملائمة منها وتزداد أهمية الاستشارة الطبية في حالة الأطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات حبيبنا ها هي عشبة الخرفيش أو شوكة الجمل والأسماء العديدة طبعا اللي ظهرت على الشاشة واللي ذكرناها ببدايتها ها هي إذا كان فيه لكم تعليق على هذا الموضوع أو الاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته